من يقف خلف انقطاع خدمة الانترنت في اليمن؟ سؤال جرأ تداوله كثيراً منذ خروج خدمة الانترنت في البلاد عن الخدمة باستثناء عدد محدود من مشتركي خدمة عدن نت الحكومية في مدينة عدن إذ باتت جميع المحافظات معزولة عن العالم منذ الساعات الأولى من فجر الجمعة ميليشيا الحوث اتهمت التحالف السعودي الإماراتي باستهداف منشأة مبنى مركز الاتصالات في الحديدة بغارة جوية منتصف ليل الخميس حيث توجد البوابة الدولية للانترنت هذا القصف قد يكون سبب انقطاع خدمة الانترنت وقد لا يكون فقد تواردت شكوك عن قيام الحوثيين باستغلال الحادثة والقيام بقطع خدمة الانترنت عن البلاد لأغراض خاصة بها شكوك طرحها خبراء محليون حول السبب الذي جعل خدمة الانترنت تتوقف بعد مرور أكثر من ساعتين ونصف من وقوع القصف وهذا ما أكدته منظمة نيت بلوكس المهتمة بأمن شبكات الانترنت في العالم والتي قالت ان انقطاع خدمة الانترنت بدأ حوالي الساعة الواحدة فجرا ملايين اليمنيين تعطلت مصالحهم وتعرضوا لخسائر كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوقفت المعاملات المصرفية في البنوك والمصارف كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي هدوءا تام خلال فترة الانقطاع هذه مورسات انتهاكات جسيمة عدة بحق اليمنيين حيث أفادت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي أقدمت على شن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من الضباط وبعض الموظفين في المؤسسات الحكومية بذريعة تقديم إحداثيات للتحالف السعودي الإماراتي حملة المداهمات جاءت بعد يوم من قصف السجن الاحتياطي في محافظة صعدة والذي أدى إلى مقتل 82 شخصا وجرح 265 آخرين وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود في اليمن وسط كل هذه الانتهاكات والعزلة التي يعيشها اليمنيون التزمت الحكومة الشرعية الصمت وهي التي فشلت منذ سبع سنوات في استعادة السيطرة على منظومة الاتصالات أو بناء منظومة اتصالات مستقلة بعيدا عن تحكم الحوثيين ترجمة نانسي قنقر